في موضوع الجانب الزراعي في العراق كما كان قبل 2003 هناك زراعات لغراض الصناعة التي هي مرتبطة بالزراعة مثلا البقوليات وتدخل في عملية التعليم المربيات كما كان موجود عندنا إلى آخره أيضا موضوع آخر هو الزراعة المرتبطة ببعض الصناعات التي لها علاقة ببعض المنتجات التي يستخدمها المجتمع هذا جانب جانب آخر عندنا مشكلة الآن في الزراعة بعد 2003 جنابك وزميلك الفاضل يعلمون وأيضا السادة المشاهدين بعد 2003 هناك ترك لكل القطاعات بما فيها الزراعة والصناعة اللي كان يتميز العراق سابقا بمساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% أو يزيد في بعض السنوات وفي بعض الفترات كانت تزيد عن 20% تصل إلى حدود خوالي 25% هذه تراجعت بسبب الأهمال لهذه القطاعات وعدم موجود خطط واضحة وصريحة مع العلم أنه تم إنتاج خطط وتم إنتاج يعني برامج إصلاحية لكن لم يعمل بها وهذه وحدة من الإشكاليات يعني حتى لا أعطي العلياكم قبل حوالي 10 أيام عقدت مؤسسة الزوراء للتطوير الاقتصادي مؤتمر أو ورشة حضرها السيد وزير الزراعة ومعالي الأمين العام لمجلس الوزراء وأيضا المستشار حاليا في وزارة الزراعة الدكتور مهدي ضمد ومجموعة من الأخوة الباحثين في الشأن الزراعي قسم منهم لا زالوا يعملون في وزارة الزراعة وهم دكاترة وأصحاب تخصص وطرحوا بحوث بحوث راقية بحوث علمية وخرجت الورشة بتوصيات إلى الحكومة خلينا نقول الحكومة القادمة اللي نأمل تشكيلها عن قريب هذه التوصيات تدفع باتجاه الإصلاح للقطاع الزراعي والإصلاح هنا بموجب هذه التوصيات حتى أنهي كلامي هو ليس نمطيا كما كان يعني يعني يعمل به بالسابق من قبل الخبراء والمختصين الزراعيين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر